موسيقى مساء الخير مساء الخير على كل مشاهدي البيت الكبير طبعا هو احنا نفس الناس بس طبعا الجديد اللي احنا عايزين نقوله لكم ان احنا يعني الحمد لله الخمستاشر سنتي اللي بيتلبس ده في الرجلين فعمل كان ازمة فعشان كده نهاردة يعني زميلنا رايحونا وبتشوفونا بشكل جديد يعني مش جديد قوي بس يعني اهو ايه رأيك انت اكتر واحد فرحان لا طبعا يعني شكل جديد دايما يعني واخر حقنا قاد كده في ركبته لا طبعا برحب بك يا سيام يعني اهلا بكل السادة المشاهدين حلقة جديدة ان شاء الله تكون حلقة مميزة جدا جدا في البيت الكبير زي ما احنا متعودين النهاردة البيت الكبير عندنا مفاجآت كتير وعندنا شخصيات على الاعلى مستوى عندنا ان شاء الله زي ما متعودين هنبدأ باخبارنا على الساحة المحلية طبعا يترقصها يعني اخبار النادي الاهلي وكمان على الساحة العالمية والفقرة التانية هيكون معنا اتنين من النقاط الكبار جدا جدا والاستاذ محمود صبري والاستاذ محمد الاوسيا هنتكلم على ملفهم هم جدا زي ما وعدناكم ان احنا هنبدأ نفتح ملفات كتيرة جدا جدا هنبدأ نتكلم على النهاردة مشاكل الكرة المصرية وكيفية حلولها دي عندنا يعني ملف كبير جدا ان شاء الله هنتواصل مع زي ما قلت لحضراتكم اتنين من القادر رياديني الكبار نتكلم على مشاكل الكرة وازاي نوصل للعالمية من خلال الدور المصري من خلال منتخبنا ايه؟ هي كمان الملفات الخفية اعتقدش ان فيه يمكن اي قناة اعلامية هتناقش ملفاتنا ان شاء الله الفقرة الاخيرة سيهم زي احنا متعودين عندنا كمان اتنين من الناس ملعيلة اه بالزبط اتنين ملعيلة بالزبط والبيت الكبير ده بيتهم اكيد الكابتن ربيع ياسين الكابتن العظيم اسطورة النادي الاهلي هيكون متواجد مع ابنه طبعا عمر ابنه كان عمر طبعا كان الاعلام المتقلق حاليا في الفترة اخيرة بيقدم برامج ودخل في مجال الاعلام بشكل محترم جدا وهو طبعا من نجوم النادي الاهلي في مراحل الشباب وخاد اكتر من تجربة احترافية ان شاء الله ينورونا ويكون ان شاء الله حلقة مميزة ديش بقى الفقرة الاخيرة علشان نعرف منهم كواليس كتير وتفاصيل تخص حياتهم صحيح وتخص البيت الكبير انبارح كان فيه مسابقة في الاستوديو التحليلي كانت طبعا عن مباراة الاهلي وامبي وفيه كان توقع للنتيجة وقلنا انه اللي هيفوز اول خمسة هيفوزوا معنا هيكسبوا تليفون ابو باربع كاميرات من سلسلة رينو ثري طبعا كان فيه مشاركات كتيرة جدا زي ما قولنا مبارح كنا لحد ما قفلنا يمكن الحلقة كانوا اكتر من مئة الف مشاركة النهاردة الاعلان عن الفائزين هيكون في حلقة البيت الكبير في اخر حاجة علشان كده جمهور الاهلي اللي شاركوا في المسابقة خليكم معنا هتعرفوا في اخر الحلقة ان شاء الله هنختار الفائزين على الهوى مع ضيوفنا كابتن ربيع ياسين وابنه عمر ربنا ان شاء الله يعني دايما البيت الكبير بنقول مجمعنا على خير يا رب واول خمس فائزين احنا هنختارها نسلكت كده بطريقة عشوائية وبس ان شاء الله يعني كل الناس تفوز في الحلقات اللي جاية بإذن الله عندنا اخبار كتير جدا زي ما كابتن هاني قال بس لازم نبدأ كالعادة اخبار النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي في سباق دايما ودايما سباق بالتكنولوجي الجديد وسباق كمان بخطوات وخطط طويلة الاجر النهاردة اعلن النادي الاهلي تفاصيل التعاقد مع ميشيل بروكاتش ده مدير قطاع الناشئين مدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي وانا في اعتقاد انها خطوة يمكن اتأخرتش ولكن خطوة مهمة جدا جدا في اطار الاهتمام بقطاع الناشئين القطاع المهم والاهم في النادي الاهلي يهتم بالمواهب وان شاء الله يكون مستقبل الفريق الاول خطوة دي رائعة جدا من مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بيأكد كمان يا سيام انه هو التطوير بس مش في القناة والتطوير بس مش في المنشآت لكن كمان زي الكابتن محمود الخطيب مقال في في لعبتنا كمان في الانسان التطوير في امكانيات طبعا المدير الفني الاجنبي اكيد عايدي خبرات كمان لمدربيننا في قطاع الناشئين علشان ان شاء الله بإذن الله نشوف اولاد النادي بيشاركوا مع الفريق الاول بصفة مستقبل هو ده تفكير في المستقبل زي ما بنقول وطبعا زي ما مجلس الادارة وكابتن هان يمكن قال انه تعاقد مع يمكن فيلر وقدر انه يحقق نجاحات مع الفريق الاول وظهرت بصماته فعلا سريعا دلوقت يمكن فيه خطوة ايجابية تانية انه مجلس ادارة الاهلي يعني بيعتمد على هذه التجربة الاوروبية علشان يطور قطاع الناشئين وخاصة انه بروكتش له خبرات كبيرة جدا في قطاع ده قطاع الناشئين يعني يمكن هو بيحمل رخصة الوافة برو دي من اعلى الشهادات التدريبية اللي بيمنحها الاتحاد الاوروبي للمدربين في العالم ودي يمكن بتتيح للمدربين دول انه هم يتولوا قيادة اكبر اكبر الفرق ايضا والمنتخبات في اوروبا كمان هذا التشيكي معه رخصة مدرب متخصص لفرق الاشبال من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يوفى تشولدرن تيم وده يمكن برضو يعني دي يمكن من الشهادات الكبيرة جدا اللي بيتم منحها لها اولئي المدربين الخبير للتشيكي وصل امبارح مصر وصل الفجر وكان في استقباله خالد بيبو كابتن خالد بيبو امير توفيق وسامير عدلي مدير العلاقات العامة بروكتش وقع تعاقد مع النادي الاهلي لمدة موسمين في حضور خالد بيبو امير توفيق طبعا خطوة جيدة جدا 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 زي ما بنقول وكمان هذا المرابل التشيكي بروكتش كان ليه باع كبير جدا في تدريب النشئين يعني كمان تولى القيادة التدريبية في قطاع النشئين وكانت طبعا ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعني جابت المدرب الشيكي بعد دراسة كبيرة جدا والسي في بتاعه الرائع زي ما احنا قلنا حاصل على الوافا وحاصل كمان على المتخصصة في قطاع النشئين وكانت المفاوضات طبعا بدأت وقام بيها امير توفيق مدير التعاقدات بالتنصيق طبعا مع خالد بيبو ورئيس قطاع النشئين طبعا بالرجوع للجنة التخطيط للكورة في النادي طبعا تحت اشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي براكتش شغل مناصب كتيرة يعني كان المدير الفني للاتحاد الشيكي الكورت القدم من 2016 ل2018 كان كمان مسؤول عن فرق النشئين ساعد في اعداد كبيرة جدا جدا في تطوير اللاعبين وتطوير المدربين ويعني كان عنده معايير وهو طبعا وفق المعايير نحن عارفين الاتحاد الاوروبي ليه معايير خاصة جدا لانتقاء مدرب النشئين واللي المسؤول عن تنمية وتطوير اللاعب النشئ دي بيكون لها تخصصات معينة كمان التشيكي كان ليه مساهمة جبيرة جدا مع منتخب التشيك تحت 17 سنة وتحت 19 و21 اللي احرز العديد من المديليات على مستوى القارة الاوروبية كمان بروكتش تولى منصب المدير الفني لقطاع النشئين بنادي سلابيا براج سلابيا براج عارفين من الاندية الكبيرة جدا جدا في التشيك ويعني عمل معاها شغل على اعلى مستوى وصعد اللاعبين واللاعبين دول كمان مسلوا طبعا براج على المستوى الفريق الاول وخدم المنتخبات من خلال كل منتخبات اذا كانت منتخبات الشباب او منتخبات الولمبية فانا في اعتقادي انه مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي والنادي الاهلي زي ما قلتلك ياسهان بيحط خطوات جديدة في تطوير زي ما قلنا مش المنشآت بس لكن تطوير كمان القطاعات الخاصة والخاصة جدا جدا كمان بكورة القادمة صحيح هو يمكن زي ما انتقول تخرج مميزين والنهاردة دي مهمته انه يتم تخريج المميزين من قطاع الناشئين لسه مع اجواء التعاقد مع تشيكي ميشيل بروكتش وكان النهاردة في اجتماع مهم جدا مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وده كان بحضور لجنة التخطيط لكورة القادم سيد عبدالحفيز مدير الكورة ايضا كان موجود خالد بيبو زي ما قلنا مدير قطاع الناشئين امير توفيق برضو قلنا كده عشان ينقشوا استراتيجية العمل ويتفقوا على كل الامور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ده تحديدا ومنقشة احتياجاته على كافة المستويات اكيد وطبعا ده زي ما قلنا ده في اطار التخطيط والتطوير في النادي الاهلي النادي الاهلي دايما سبق بالنهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب كمان يا سهام على اساس كمان يعني فيه كمان لجنة لانتقاء المواهب ده دي لجنة مهمة جدا جدا طبعا هتكون تحت رعاية المدير الفاني اللي تشيكي لتدعيم كمان الصفوف الفريق الاول احنا عايزين نقدم الفريق الاول لمنتخباتنا لازم يكون في المنتخبات على جميع المستويات معانا النهاردة كابت الربيع ياسين مدرب منتخب الشباب لازم يكون عدد كبير ان شاء الله من لعيب النادي الاهلي متواجدة على المستوى الدولي من خلال قطاعات النشئين طبعا الاجتماع النهاردة كان اتفقوا على خارجة العمل واحتياجات قطاع النشئين وتحديد مواعيد بداية التدريبات لفرق النشئين خلال الايام المقبلة اللي جاية وده طبعا يعني أنا شايف النشئ إيجابي جدا مهم جدا لقطاع النشئين وان شاء الله الناس بس ما تستعجلش يعني الناس برضو عايزين نقول ما تستعجلش اه ده السنة الجاية نشوف 3-4 لا الموضوع بياخد لونج بلان شوية قطاع النشئين محتاج تطوير التطوير ده بيحتاج وقت شوية عشان ان شاء الله في المستقبل اكيد مش في يوم وليلة سنتين ثلاثة ان شاء الله ويبدأ توالي ان شاء الله صعود ابناء النادي الاهلي اللي تمثيلوا على المستوى المحلي مع الفريق الاول وان شاء الله نشوف لعيبة كثيرة على المستوى الدولي مع منتخبتنا ان شاء الله لسه مع اب روكتشو النهاردة الحقيقة كان فيه جولة تفقدية في مقر النادي في الجزيرة بعد ما تم توقيع عقود توليل مهمة دي الجولة كانت بصحبة خالد بيبو رئيس قطاع النشئين وكان معهم ايضا امير توفيق مدير التعاقدات في النادي المداري بلتشيكي كان بتفقد جميع منشآت النادي هناك دولاب البطولات يعني يمكن كمان نظر ملعب التتشي النهاردة كابتن هاني وكان قرار التعاقد معاه كان بعد دراسة شملة للقطاع زي ما قلنا ايه هي احتياجاته ازاي ننهض بيه علشان يضاهي قطاعات النشئين في اكبر الاندية العالمية مش بس على مستوى مصر كمان زي ما قلنا انه المهمة دي مسؤولة عن تفريخ العناصر اللي بتخدم الاهلي اكيد وبتخدم كمان في النهاية منتخبات يعني منتخبنا الوطني كمان مهم اكيد وكمان لما بيكون ناشئنا وولدنا في النادي بيمثلوا المصر على المستوى للشباب ومستوى الناشئين والمنتخب الولمبي ده كمان بيدي اولا اكيد يعني بيكون شرف ان النادي الاهلي بيصعد المنتخبات وكمان على المستوى الشخصية لانه بيخلق شخصية اللعب الدولي اللي هتساعد كمان اللاعب دوت أنه يوصل للفريق الأول ويكونه يوصل كمان للمنتخب الأول فإن شاء الله نتمنى التوفيق طبعا للقطاع كله وجد لك إن شاء الله لمدربنا المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين نروح لأخبارنا نبدأ أخبارنا إن شاء الله أخبارنا طبعا نبدأ بالفريق الأول للنادي الأهلي ريني فيلار طبعا المدير الفني للفريق الأول عقد محاضرة فنية للعبين قبل إطلاق طبعا المران الصباح النهاردة اللي تم على ملعب التيتش بالجزيرة طبعا حرس المدير الفني خلال حديثه مع اللعبة على توضيح النقاط السلبية والإيجابية ودايما المدير الفني بيبقى في محاضرة فنية مش بعد المباراة مباشرة لكن ثاني يوم المباراة ده بيشرح فيها للعبة اللي لعبت وكل الموجودين بيشرح فيها الإيجابيات والسلبيات اللي حصلت في المباراة NBA على أساسها ان شاء الله الفترة اللي جايه يبقى السلبيات تقل والإيجابيات تزيد وطبعا إحنا زي ما احنا عارفنا يعني كان فوز الحمد لله فوز مهم جدا 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 وكان المحاضرة زي ما قلنا لحضرات كناها محاضرة على مستوى الفني وده كان طبعا مباراة كانت ضمن مؤجلات الأسبوع الخمستاشر من مسابقة الدور الممتاز واستقلم في الفريق تدريباته النهاردة الصبح على ستادي التيتش بالجزيرة من غير طبعا راحة هي الموضوع أن اللعيبة اللي بلعبة المباراة قبل التمرين باجتماع فني لكل اللعيبة اللعيبة اللي لعبة المباراة بيكون لها تمرين خاص واللعيبة التانية بيكون لها تدريبات قوية بس زي ما أنت قلت أنه النهاردة كان فعلا ما فيش راحة بعد مباراة مبارح النهاردة فيلر كان حريص جدا أنه يعمل تأسيمة قوية للعيبة اللي ما شاركوش في مباراة أمبي مبارح التأسيمة كان فيها حماس كان فيها أداء جيد لجميع اللعيبة كالعادة فيلر برضو كان حريص على أن يوقف التأسيمة أكتر من مرة علشان يشرح بعض الجوانب الفنية والخططية طبعا يعني فيلر من مبارحي تقريبا ما نامشي يعني يعني الراجل طبعا تحت ضغوط هو قادر إن شاء الله يقود مسيرة النادي الأهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريق بإذن الله لسه ما أخبرنا طبعا مع المارض الأحمر نروح لنجم الدفاع اللي يمكن غاب عن مباراة مبارح بسبب الإصابة النجم ياسر إبراهيم اللي بدأ فعلا التدريبات الجاري حولين الملعب مرحلة جديدة طبعا دي من البرنامج التأهيلي اللي بيخضع للعب وزي ما قلنا إن شاء الله بإذن الله ياسر لعيب كويس وإن شاء الله نشوفه قريب جدا طبعا دكتور طارق عبدالعزيز أخ الصائل تأهيل بيتابع اللعب بشكل مميز جدا وخضع لبرنامج على مستوى بدني وعلى مستوى العلاج الطبيعي في الجيم كان إحنا عارفين إن ياسر إبراهيم يمكن في أحد المباريات الودية أمام الجونة كان أصيب في كاحل القدم وكانت الإصابة منعته أن يشارك في تدريبات المباشرة تاني يوم لكن الحمد لله بنتطمن على ياسر يعني مكسب كبير طبعا للنادي الأهلي وعنصر مهم جدا إن شاء الله يرجع بالسلامة إن شاء الله النهاردة كمان كان فيلر عمل جلسة طويلة جدا مع سيد عبدالحفيز كابتن سيد مدير الكرة بالنادي الأهلي وده كان على هامش الميران زي ما قلنا ميران الفريق اللي أقيم النهاردة على ملعب التتش الحقيقة إنه الثنائي كان بيناقش عدد من الأمور الإدارية اللي بتخص الفريق وبتخص اللعيبة في الفترة اللي جاية أكيد طبعا كمان التدريبات لها شكل خاص لحراس المرمى حراس المرمى احنا عارفين ما شاء الله محمد الشناوي بيمشي بشكل كويس وكان علي لطفي موجود ومصطفى شوبير موجود النهاردة كان ميشيل مدرب حراس المرمى من النادي الأهلي قام بتدريب قوي جدا 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 لحراس المرمى للفريق علي لطفي ومصطفى شوبير والسنائي لطفي وشوبير طبعا أدوا بشكل جيد على التدريبات البدنية والفنية طبعا يمكن شريف إكرامي ما حضرش النهاردة المران استأذن من الإدارة الفنية وما قدرش يحضر النهاردة المران لكن زي ما بقولك كمان جزئية التدريب الحراس المرمى دي جزئية مهمة جدا جدا يعني احنا عندنا حراس على أعلى مستوى محمد الشناوي ماشي بشكل كويس جدا وكمان علي لطفي وموجود إكرامي ومصطفى شوبير عنصر واعد إن شاء الله بإذن الله دايما حراسة النادي الأهلي على مر العصور بتبقى مميزة جدا على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخبات اكيد احنا لسه مكملين معكم ومع فيلر فيلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والحقيقة النهاردة كان برضو فيه جلسة خاصة ما بينه وما بين الشناوي تحديدا حارس المرمى كان برضو في ملعب التاتش على هامش المران الصباحي للفريق فيلر أيضا حرس على توجيه بعض التعليمات الفنية ليه بشكل خاص بعد المستوى الجيد اللي ظهر به في مباراة ام بي امبارح بنقول تالي مبروك للنادي الأهلي مباراة كانت مهمة جدا مكسب 2-0 مكسب مريح إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بكتير نروح لأخبار أنديتنا الموجودة لإنتاج الحربي النادي الحربي اللي حيلاع بالنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي دي من مواجهات الإسباع 19 من مسابقة الدور الممتاز قرر كابتل مختار مختار طبعا مدير الفني للإنتاج الحربي تدريب الفريق على فترة واحدة حتى مواجهة النادي الأهلي حصل اللعيبة طبعا على كانوا بيتمرنوا على فترتين طول الفترة الفاتية طبعا لزيادة الليقة البدنية والجاهزية الفنية وقاموا يعني اللعبوا مباراتين وديتين وكان ما بينهم راحة من بعض التدريبات طبعا انضموا لزي ملاقهم في التدريبات دياتا من النهاردة في عناصر كانت كمان غايبة نتيجة الإصابة انضموا النهاردة كمان لتدريبات الإنتاج الحربي وكانت تدريبات بشكل يومي إن شاء الله هيبقى كل يوم تقريبا بعد الظهر هيتمرن الإنتاج الحربي عشان يواجه النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله في الإسبوع التسعة بالدورة هو كان نطلع الجيش لائب مع الإنتاج الحربي والنتيجة دي كانت واحد لواحد كانت يوم السبت اللي فات مباراة ودية فعلا مباراة ودية آه كانت يوم السبت على استاد جهاز الرياضة احنا كنا بانتباع هنا مع حضراتكم كمان فيه كانت ودية مع نادي مصر اللي انتهت بالتعادل السلبي دي برضو كانت يوم الجمعة برضو كل ده استعدادات الفريق اللي افتتاح إن شاء الله مشوارهم في مصابقة الدورة نروح لسماعالية واسماعالية الحقيقة هنلاقي المسؤولين في النادي هناك يمكن بيستنجدوا بيستنجدوا باللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكرة حاليا علشان يلاقوا حل لأزمة الثلاثي الأجنبي التونسي فخر الدين بين يوسف العرائي محمد أو همام طارق والأغاندي باتريك كادو لعبت الفريق لسه ما تحدد لهم شمعد إن هم يجوا مصر لحد دلوقتي برغم من إن خلاص مباراة رسمية هيلعبها الدرويش الاسماعالية في الدوري خلاص بعد استئناف البطولة هتكون مع المصري يوم الجمعة اللي جاي فخلاص ما فيش وقت الموضوع طبعا بالنسبة لهم هو لازم ينظر الموضوع إن شاء الله يوصلوا بالسلام لكن على المستوى الفني بيكون الأمور صعبة شوية النادي الإسماعيلي معتمد على ثلاث لعيبة كلهم على مستوى عالي جدا اللعيبة الأجانب ما وصلوش وبالتالي بيكون فيه أزمة فنية فيه أزمة فنية يعني النهاردة بيشتكوا من غياب ثلاث عناصر ما وصلوش يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله نادي الإسماعيلي يكون في أحسن حالات والنادي الإسماعيلي كمان استقنف تدريباته النهاردة بكيادي طبعا مدربه الفرنسي دي جوميز بستادي الإسماعيلية بعد الراحل اللي حصل عليها الفريق مبارح بعد الفوز على نادي مصر بهدفين ده مباراة والدية ده منح لعيبة بعض الفرصة لاتقانة الأنفاس يعني دايما 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 يبقى فيه بريك شوية أو التدريبات اليومية الشقة على فترتين دي بتبقى فيها عملية إجهاز فيها إجهاز فبيكون فيه فاصل شوية من الراحة بيستفيد بها اللعب ودايما كانوا بيقولوننا اليوم الراحة دوت يعتبر يوم تدريب يعني كمان لأن الريقافري مهم جدا عشان ترجع كمان لمستوات كمان بقعد شوية عن الإصابة وخاصة أن فيه فترة توقف كانت طويلة فعملية البرنامج التدريبي بتاخد شكلها العلمي فترات تدريبية صباحية ومسائية فيه فترات بتبقى قوية جدا ولكن كمان فيه ريقافري مهم جدا جدا لجميع الفرق يعني جميع الفرق لازم تمر بهذه المرحلة تمام طيب كابتن عمد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المؤولين العرب نهارده استعان بفيديو المباريات الودية اللي لعبها مع فريق سموحة استعدادا لاستئناف مصابقة الدوري سموحة كان خسر من الأهل والزمالك ودية وفاز على الاتحاد السكنداري نهارده بيسعى الجهاز الفني للمؤولين أن يقف على أهم نقاط القوة والضعف في فريقه أو الفريق السكنداري أقصد قبل مباراة يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله في الأسبوع التسعتاشر من عمر مسابقة الدوري لعبت المؤولين والجهاز الفني لها هيخضعوا لعمل مسحة طبية جديدة للكشف عن كورونا بكرة أيضا استعدادا لخود أول مباراة رسمية في الدوري لهم طبعا كلنا يسمي تابعين حالة طبعا الإجراءات الاحترازية وحالات حتى الإيجابية اللي بتظهر في بعض الفرق المصرية ووصلت في أحد الفرق المصرية طبعا نادي المصري وصل لعدد حالات 16 حالة كورونا وده كان سبب في تأجيل مباراته اللي كانت ستقام النهاردة لكن اتأجلت طبعا 16 حالة كورونا إيجابية ده عدد كبير جدا 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 فطبعا المسؤولين في التحاد الكورا شددوا على إدارات الأندية بشكل مباشر وعلى أجهزتها الطبية مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزفرها لأن مش هيؤجل أي مباراة لأي نادي يعني الحالات فيها أقل من 10 مش هأجل بالضبط لو أكتر من 10 هتبقى فيها طبعا مشكلة يعني يبدأ تاني موضوع الاستشفى ويبدأ تاني يخش في المبارات فالتحاد الكورا أو اللجنة الخماسية قررت أن لن يتم تأجيل أي مباراة لأحد الفرق في الدوري لو عدد اللعيبة المصابة أو المسحة الإجابية بتكون لعشر لعبين طبعا ما عرفش يعني ممكن نقول أنه فيه تهاون شوية استهتار شوية لما قلنا أنه الحالات بتقل يعني الناس بدأت يعني بعض الناس بعض الناس يعني ما تهتمش لا لازم نرجع نخاف تاني على نفسنا لازم نرجع نخاف على أسرنا وأطفالنا وصحابنا لازم نتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللي أكدت عليها وزارة الصحة وزارة الشباب ورياضة وأيضا اتحاد الكورا على الفاكرة احنا عندنا برضو في حالتين في ريال مدريد عندنا خبر عن الموضوع ده أتليتكو مدريد أعتقد أتليتكو مدريد حصل حالتين إيجابيتين أتليتكو مدريد في حالتين إيجابيتين ظهرت ودي إن شاء الله في الأخبار العالمية هنتهترك لها هنتهترك لها بس يعني فعلا فيه شوية مش استهتار يعني هو تهاون تهاون بالموضوع إي يعني هو إنت لقيت الحالات عمالة بتقل حالات الكورونا فقال لي خلاص بقى ده لا هي المشكلة كمان يا سهام أن الإجراءات الاحترازية بتمشي على أعلى مستوى من خلال المبارات الدوري من خلال قبل الدوري اللجنة الخماسية ده ده ما فيش في شك يا كابتن هاني لا كمان اللجنة الخماسية ما هي المشكلة إن اللجنة الخماسية هو عندهم لجنة طبية يعني بتقوم على أعلى مستوى وبيعملوا مسحة بيعملوا مسحة لكل اللعيبة لكن كمان الأندية ومسؤولينها لازم يعملوا كنترول كويس قوي كمان على اللعيبة ولازم يعملوا إجراءات احترازية واللعيبة كمان لازم تاخد بالها من نفسها جدا لأن النهاردة نادي المصري 16 حالة طبعا ده عدد كبير جدا فمش عايزين كمان جدول الدوري يتعطل إحنا ما صدقنا الدوري رجع وما صدقنا كمان إن الكرة بدأت والحياة ترجع طبيعي كمان لما كمان المؤجلات بتزيد حنضطر كمان أناخد من استعداد للموسم اللي جاي وبالتالي عايزين جدول ثابت إن شاء الله بإذن الله ويا رب إن شاء الله كل الحالات الموضوع يبقى سهل إن شاء الله في الفترة اللي جاي إن شاء الله نروح للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم علشان نشوف إيه اللي حصل النهاردة في اجتماع البدري مع أعضاء جهازه الفني محمد بركات مدير المنتخب طارق مصطفى أحمد أيوب سيد معود أيمن طاهر بمقر اتحاد الكرة البدري أكد بعد الاجتماع إنه المباريات وعودتها واستئناف الدوري هو أمر إيجابي وإحنا كلنا كنا بنقول الكلام ده ومهم جدا بالنسبة للمنتخب ليه مهم؟ لأنه يمكن زي ما قلنا إنه اليقى البدنية وإنه اللعيبة النهاردة في مرحلة التسخين يمكن خلينا نقول الدوري أو الموسم استكماله يعني في مرحلة التسخين عشان إحنا عندنا بطولة مهمة جدا الفترة اللي جاية الجهاز المعاون البدري كان سعيد جدا باتخاذ هذه الخطوة والبدري تحديدا قال إنه ناقش مع الجهاز الفني كل ترتبات المرحلة اللي جاية والخاصة بمتابعة بعض اللعيبة ومراجعة حالات الإصابات وعودة المصابين من آخر معسكر للمنتخب طبعا كابتن حساب البدري بيتابع كل التطورات بيتابع الدوري زي ما قلنا هو كان يعني من أسعد الناس طبعا لرجوع الدوري المصري زي ما قلنا المباراة الرسمية والمباراة الدوري هي أحسن إعداد أولا لفرق المصرية اللي بتشارك فيه البطولات الأفريقية وكمان على المستوى الدولي بالرغم يمكن بعض المباراة الأفريقيات أجلت لكن كابتن حسام دايما أي مدرب في مكانه يتمنى أن اللعيبة تلعب مباراة رسمية كتير كمان علشان يقف على بعض الأسماء يعني كابتن حسام البدري وجهازه كمان وزع بعض المهام لحضور المباراة بشكل مباشر داخل الملعب وده شيء إيجابي جدا وزع المهام ده على طبعا المدربين المساعدين ومحمد بركات وكل المنظومة الفنية علشان تتابع الدوري ويبدأ يجمع اللعيبة المميزة يبدأ يجمع المستوى الفني لكل لعيب المستوى البدني لكل لعيب ده مهم جدا في الفترة اللي جاية وكمان علشان تحديد الفيفا والكاف لمباراة التصفيات كاس أفريقيا وكاس العالم يعني كابتن حسام قال أنه تم كمان التوزيع حضور المباراة الدو بشكل مباشر على أساس أن كل الجهاز الفني أي مباراة ان شاء الله ستقام في الدوري هيكون كابتن حسام البدري يعينه على اللعيبة وبتابع بشكل مباشر جدا جدا خلال الفترة اللي جاية كل الأمور الخاصة بيهم محمد أبو العيلة كمان يمكن الدكتور أو دكتور المنتخب كان في خلال اجتماعه النهاردة على هامش يعني الاجتماع كان بيأكد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا تحديدا حسام البدري كمان مدرب المنتخب كان بيقول أنه توقف الدوري أثر على مستوى اللعيبة وده ظهر مع عودة المباريات وده يمكن أمر طبيعي ومنطقي كلنا عارفينه بعد فترة توقف طويلة استمرت يمكن أكتر من 150 يوم فأن النهاردة كفاءة مدربي الدوري ترجع تاني ده مهم تعاملهم بشكل جيد وسليم برضو لتفادي بعض الظروف الإجبارية اللي ممكن تؤثر طبعا على اللعيبة سلبا لقدر الله طبعا إحنا مش بنتمنى ده نتيجة حمسهم الزايد كمان في المباريات المهمة البدري قال أن في مرأبة لكل لعيبة الدوري وأنه الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللعيبة المرشحة للتواجد إن شاء الله في المنتخب وبيتبعهم وأنه في خطة فعلا خطة عمل ما بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب أولا وأخيرا ناقش كمان أمور كتير جدا مع محمد بركات لا وكمان على المستوى الإداري كمان مهم جدا أنه ناقش بعض الترتيبات الإدارية مع محمد بركات طبعا مدير المنتخب والتواصل مع الكاف موقف كمان لعبتنا المحترفين الموجودين في الخارج التنصيق معهم المرحلة اللي جاية هتبقى إزاي إحنا عارفين إحنا عارفين خطرة إعداد للموسم الجديد فده طبعا تنصيق مهم جدا جدا على المستوى الداخلي أو اللعيبة المحترفة داخليا أو على مستوى طبعا اللعيبة المحترفة في الخارج وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لكابتن حسام البادري ومتخبنا القوم إن شاء الله طيب النهاردة المهلة اللي يمكن كانت حددها نادي دورتموند الألماني المانشستر يونايتد الإنجليزي علشان يقدم عرض رسمي للتعاقد مع سانشو وفق تأكيدات يعني صاحفتين يمكن كيكر وبل دول ألمانيتين الصحفتين دول ما قدموش يمكن ما قدموش منشستر يونايتد ما قدمش العرض اللي عايز دورتموند واللي لا يقل عن المية وعشرين مليون يورو طبعا سانشو أحد يعني أبرز المواهب المهمة جدا عنده عشرين سنة بالضبط ده لعيب مميز ده لعيب إنجليزي عنده عشرين سنة وكان ده لعيب من واتفورد وخرج من واتفورد راح للمان سيتي وخلينا أقول لكم أن دورتموند خده سنة 2018 بتمالية مليون جنيه استرليني النهاردة علشان يبيعه عرضه بمية وعشرين مليون جنيه استرليني لعب على مستوى عالي جدا عشرين سنة لعب مع المنتخب الإنجليزي هدف بطبيعته لعب صغير في السن فتخيل الرقم وصل من 2017 من ثمانية مليون جنيه استرليني ده لوقتي دورتموند عرضه بمية وعشرين مليون جنيه استرليني كان فيه المفروض العرض ده هيتم الرد عليه من المان يونايتد وقال المان يونايتد أنه هو ما ردش على العرض ده وكانوا حطين يعني يوم فاصل بالنسبة للرد للمان يونايتد أنه هو قبل بداية معسكر الإعداد اللي قام به دورتموند دورتموند عنده معسكر إعداد خلاص يوم الاثنين النهارده بدأ المعسكر الإعداد لدورتموند وبالتالي اللاعب سافر مع دورتموند وبكده أعتقد يبقى موضوع انتقاله للمان يونايتد خلاص منشستر سيدي منشستر يونايتد أصلا النهارده قارتها من شوية أنه قال قال كده أنه يعني مش هيتنازل عن ضم سانشو فده يمكن بيأكد أنه يعني الأمور طبعا الأمور هتبقى الأمور بتبقى بالنسبة للتعقدات بتبقى لحد ما طبعا المبلغ كبير جدا لكن اللاعب مميز نروح بقى لأخبارنا العالمية النهارده الموقع الرسمي لليوفنتوس أن رونالدو حصل على جيزة أفضل لعب في الموسم وأن النادي أسنى النادي الإيطالي طبعا على رونالدو نظرا طبعا للمجهود الكبير اللي عمله والفوز بالسيريا بغض النظر طبعا عن الخروج من الشامز ليج كل المتغيرات اللي شهادها الموسم كان رونالدو بيلعب فيها دور كبير جدا جدا وزا ما احنا عارفين رونالدو غاب عن جواز ربطة الدور الإيطالي لأن الدور الدور الإيطالي أو الربطة قدت جائزة أحسن لعب طبعا ديبالا لعيب اليوفنتوس وطبعا الهدف هدف لاتسيو كان هو اللي حصل على عفوا حصل على جائزة أفضل مهاجم باولو ديبالا طبعا أحسن لاعب ورونالدو حصل من النادي أنه هو أحسن لاعب في النادي وانت عارفة أن يمكن كان فيه نوع من أنواع الإحباط شوية لرونالدو وأنه بيفكر زي ما تكلمنا يمكن في الحلقة اللي فاتت أنه هيروح باريس سان جيرمان اليوفنتوس متعود يمكن دي البطولة التسعة في السيريا فبطولة الدوري دي بطولة معتادة لكن كان يهمهم جدا أنه رونالدو كمان يظهر بشكل كويس في التشامينز ليج السنة اللي فاتت خرج من آيكس بعد هزيمة كبيرة والسنة دي خرج كمان من ليون الفرنسي وبالتالي كان فيه نوع شوية من نوع الإحباط لرونالدو بس جماهير يمكن يوفنتوس عوضته وده المهم يعني ده أهم أفتكر بكتير من الجوائز الرسمية أو الاختيارات الرسمية فهو يستحق مش أنت بتقول كده تمام بزمت بعض الأخبار أنه ريال مدريد بتقول يعني أنه ريال مدريد عايز يتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجمي يوفنتس بداية من الموسم الجديد فيه يمكن وسائل إعلام ذكرت أنه ريال مدريد بعد إقصاءه من بطول الدوري أبطال أوروبا أمام منشستر سيتي بدأ فعلا أنه يخطط من أجل الموسم اللي جاي والمصادر دي قالت أنه ريال مدريد أبلغ بالفعل يوفنتس برغبته في أنه يضم ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية وقالت أنه الملكي هيحاول إتمام الصفقة دي إذا كانت فيه متناول إلياد المصادر الإعلامية دي كمان يمكن نوهت أنه ريال مدريد ممكن يدخل أو يتولى القصة كلها طبعا عرضوا أنهم ياخدوا ديبالا وكمان ممكن جدا إسكو طبعا لعب ريال مدريد أو توني كروز هيخش فيه الصفقة يعني ممكن يكون فلوس بلاس كمان انتقال بعد اللعيبة بس فإحنا بقى قاعدين إن شاء الله يعني منتظرين ده وإن شاء الله برضو يعني تتم الصفقات دي على خيك كمان إحنا عارفين طبعا يمكن فيه مدرب جديد طبعا بيرلو هو طبعا المدرب الجديد ليوفينتوس كم عنده يعني حابب جدا يكون ديبالا موجود في صفوفه معجب به جدا بطريقة لابو لكن إحنا عارفين كمان إن الموضوع فيه الدوري في السيريا آه ليوفينتوس كمان محتاج إنه هو يدعم كمان صفوفه الفترة الجاية في حالة كمان انتقال رونالدو فهتكون الصفقة أعتقد هتكون صعبة ولكن ممكن جدا لو إسكو طبعا أو توني كروز لو دخل في المفاوضات ممكن الأمور تمشي بشكل أو بأخ لسه مع أخبارنا العالمية نروح نشوف تقرير رفض الوفا تأجيل مباراة زي ما اتكلمنا أتليتكو مدريد الأسباني كان بيعاني إن عنده حالتين إصابة كورونا عنده طبعا مباراة في التشاملز ليج أمام ليبسيك الألماني في ربع النهائي بطولة أوروبا وده رجل موجود حالتين زي ما قلنا لكن الوفا رفضت تأجيل مباراة أتليتكو مدريد مع ليبسيك طبعا المسافرة إلى لشبونا طبعا زي ما قلنا مش كل مباراة لازم تتأجل ومش كل حالة كورونا لازم تتأجل خاصة على مستوى التشاملز ليج نحن عارفين المباراة دخلة في دور التمانية مباراة على أعلى مستوى فأتليتكو مدريد قدم ولكن أعتقد أن الوفا خلصنا أخبارنا العالمية ومنها نروح لأسطورة جديدة من أساطير النادي الأهلي نجمينا النهاردة هو الكابتن عادل هيكل الحارس العملاق اللي كتب تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي في حراسة المرمى كان عملاق فيه طبعا الخمسينيات والستينيات أسطورة من أساطير النادي الأهلي هو كان من أفضل عشر حراس مرمى في تاريخ أفراقيا من الثمانية وخمسين للثلاثة وتمانين وأختير كأفضل حارس مرمى في أمم أفراقيا سنة تسعة وخمسين وأفضل أيضا حارس مرمى في بطولة البحر المتوسط سنة تلاتة وستين في نابولي الإيطالية بعد التقرير اللي احنا هنشوفه عن كابتن عادل هيكل هنرجع تاني في البيت الكبير علشان كلام مهم في البيت الكبير صدر خليط من الموهبة والإمتاع والإمكانيات الكبيرة شيخ حراس المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر العملاق عادل هيكل ولد عادل هيكل بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة في الثالث والعشرين من شهر مارس عام ألف وتسعمائة واربعة وثلاثين تخرج في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم الصحافة عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين وعمل صحفيا بمجلة الجيل الجديد ومجلة الأنوار اللبنانية وجريدة الوفد بدأ لعب الكرة في المدرسة رفقة زملائه وخلال مباراة في مدرسة السعيدية شاهده حسين كامل مدرب الناشئين في النادي الأهلي حينها فضمه لناشئي النادي في عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين وعمره حين ذاك ثلاثة عشر عاما فقط الظهور الأول لعاد الهيكل مع الفريق الأول للأهلي كان محبطا حيث خسر الفريق من الترسانة بنتيجة ستة اثنين وبعد المباراة قرر ترك كرة القدم وحمل نفسه مسئولية الخسارة لكن الأسطورة مختار التتش انتظره في حديقة النادي ورفع من روحه المعنوية متنبئا له بأنه سيكون الحارس الأفضل في مصر وصدقت نبوءة التتش وتألق عاد الهيكل وبات حارس مرمى الأهلي الأول ولقب بالحارس الطائر نظرا لقفزاته العالية وقدرته الفائقة على السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء وتميز بالمرونة وحسن التصرف وسرعة البديهة مما قاده في النهاية للتتويج مع المارد الأحمر بعشر بطولات للدور الممتاز وستة ألقاب في كأس مصر وكتب هيكل سطورا من المجد في مواجهة الفرق الأوروبية مع الأهلي فتألقا أمام أندية بانفكا وبرشلونة والنجم الأحمر السربي وفلومينيز البرازيلي وعقب مباراة بانفكا عرض مسؤول نادي البرتغالي على الأهلي ضمه مقابل خمسين ألف دولار وهو مبلغ خرافي في ذلك الوقت لكن هيكل رفض وتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء أما مع منتخب مصر فقد كتب عادل هيكل اسمه بحروف من ذهب وهو واحد من أفضل عشرة حراس مربع في تاريخ إفريقيا خلال الفترة من عام 1958 وحتى عام 1983 كبختير أفضل حارس مرمى في أمم إفريقيا 1959 وأفضل حارس مرمى في بطولة البحر المتوسط عام 1963 في نابولي الإيطالية وفي عام 1969 قرر عادل هيكل اعتزال كرة القدم بعدما أصيب بخلع في كتفه الأيمن ثم قرر دخول عالم التمثيل حيث شارك في ثلاثة أفلام أبرزها إشاعة حب مع العمل قا يوسف وهبي وعمر الشريف وهندرستم وسعاد حسني وعن عمر النهز الأربعة وثمانين عاما فارق شيخ حراس المرمى عالمنا في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض